السنة دي انت غيارت الدفة يعني بالذات يمكن على شاشة رمضان هنا المصرية انت مبتهج كوميدي واخد كل الكوميديا معاك يعني لما يبقى عندك اعتبات البهجة النجم الكبير يا حيالفخران وكمان جيل تاني زي أكرم حسني كمان كوميدي اللي اتنين زي بعض وعكس بعض هو مبدئيا في حاجة هتوازن كل ده ان النص التاني هندخل دراما جدا في المسلسل بدون سبق انزاد دراما تماما بالنسبة للنص الاول هو الحقيقة يعني انا مقدش اصنف عتبات البهجة لانهو مسلسل كوميدي على قد ما هو اجتماعي اه اجتماعي خفيف يعني بينما طبعا بابا جي كوميدي صرفي كوميدي تمام فهم حتى اتجاهات المزيكة بينهم مختلفة تماما طيب انت دلوقتي يعني عرفني كده انا والسادة المشاهدين الورق بيجيلك نجم كبير زي احيالفخراني الموسيقى هتبقى يعني برضو نوع من انواع بتمثل معاه طبعا وجيل تاني خالص وشكل تاني زي اكرم حسني بتختار ازاي ودماغك بتروح فين ايه الريفرنس اللي بتشتغل عليه والله بتاع دكتور يحفخراني طبعا خلينا بدأ اقول ان ذا كان من احد احلام حياتي منذ الصغر كان دايما من ساعة ما ابتديت يعني ان انا عمل موسيقى كان لما حد يقول لي نفسك تشتغل على ايه اقول مسلسل لدكتور يحفخراني اه من احلام اكيد انت زي من الناس اللي كانوا تأثرين بحماد عزو اه مثلا يعني كنت عملت مزيقى لي جبارة لو كنت موجودة طبعا العمله استاذنا محمود طالع تعمل شغل العظيم طبعا لكن اه هو يعني حاجة موهبة استثنائية فعلا يعني قريب لنا كلنا فتحمست جدا جدا للموضوع بعدين ابتدت تفكر ازاي نقدر ننقل الحالة اللي في الورقة دي من مزيقى فكنت عايز اعمل مزيقى احساسها كده احساس بيت جدتك الصبح بدري ايو عارف حدوتك الاحساس ده ايو والدفع العائلي ده جدا لانه هو التيمة الاساسية في المسلسل هي صراعي الاجيال كانت المزيقى طالع منك ولا كنت متردد وتسمع وتغير وتقول لا اوه لا الحقيقة ده كم من بروشيكس اللي المزيقى طالع بمنتهى اللي موسيقى بي ايو عشان عندك مخزون جوه بالزبط اه يعني كان عندي الفكرة بتاعت ان المزيقى عايز يبقى صوتها فيه نوع من الاصالة كده والعراقة وانه هي ان صوتها مزيقى برضو طريق بحد كبير يعني ايو بس فكان ده المدخل بتاعي للموضوع يعني بابا جيبا الجنان كله اه لا حاجة تانية خالص بابا جيبا الجنان كله لانه كمان اكرم حسني من الناس المهتمة بالموسيقى هو بيحب يغني ويعمل استعراض فكمان هيبقى مساعد قوي لحد بيقلف موسيقى طبعا اه لا هو بالنسبة لي فبابا جيبا كان الاتجاه مختلف تماما يعني انه هو كوميديا صريحة كوميديا صرف وفي نفس الوقت بتخاطب جيل مختلف تماما وفي نفس الوقت ان انا ما بحبش ابدا ان المزيقى بتاعت العمال الكوميدي تبقى مجرد كوميدي وخلاص تبقى بتعقب على النقط وخلاص بحب ان هي دايما تبقى بتخلق برضو حالة من المشاعر بتدي المعنى المشاهد معنى يمكن اعمى حسين بتعلي المشاهد زي ما بالبتدي كده خصوصا ان في المسلسل ده في خطوط درامية كثير يعني طبعا فيه كوميديا بس في نفس الوقت هي مش مجرد سكتشات وخلاص هي فيه فيه دراما في الموضوع يعني فيه بناء درامي